السلام عليكم أصدقائي تحياتي للمتابعين من كل مكان جبت لكم مجموعة من الأحداث الهامة التي تحصل هذا اليوم في ألمانيا بالبداية سوف لن نتكلم عن حالات الإصابة بكورونا هذا اليوم كون نهاية الأسبوع لرقام تكون غير دقيقة لكن سنتكلم عن الصورة التي رفعها وزير الصحة الألماني كارلو تباخ الذي يعتبر من أشد المؤيدين للتلقيح الإجباري الصورة هي في مؤتمر ميونخ حصلت والآن يعني كان مؤتمر ميونخ حاصل بألمانيا وهدفه هو مؤتمر ميونخ للأمن وإيصال اللقاح للدول الفقيرة شاركت بهذا المؤتمر العديد من الدول وذهب إلى هذا المؤتمر سيد كارلو تباخ وحصل لقاء مميز بين وزير الصحة كارلو تباخ وسيد بيل جيتس الملياردير الأمريكي الذي كان متواجد في مدينة ميونخ وزير الصحة نشر هذه الصورة على حسابه ويعني على حسابه على فيسبوك ويقال أنه جرى الحديث عن التلقيح للدول الفقيرة وجرى الحديث ببقية أمور أخرى مثل منع الأوبئة من الحصول بالدول الفقيرة عن طريق طرق معينة وبالنسبة لأمور اللي دارت بينهم رح نتكلم بها بفيديوهات لاحقة ولكن ما لفت انتباهي بعض التعليقات من قبل الألمان بصفحة سيد كارلو تباخ بعضهم كتبوا أن الرقاقات الدماغية قادمة لنا والبعض الآخر كان يستهزئ بنظريات المؤامرة ويؤيد المشاريع الداعمة للتكنولوجيا للقسام موجود ليس فقط في مجتمعنا بل حتى بالمجتمعات الأوروبية بخصوص هذه الأمور أصدقائي بألمانيا تسببت العاصفة القوية التي تم تسميتها بعاصفة زينب بحدوث أضرار جسيمة خصوصا بفترة منتصف الليلة الماضية وتضررت من الرياح العالية الولايات الوسطى والشمالية على وجه التحديد ببريمن وهامبورغ تم إخلاء بعض المناطق من سكانها بسبب سرعة الرياح التي وصلت إلى 160 كيلو متر بالساعة توقفت حركة القطارات بكل شمال الرين بألمانيا يوم أمس وبأجزاء واسعة من شمال ألمانيا وبكل مكان الآن هناك أشجار متساقطة على الشوارع وأخصان الأشجار على الأرض وحوادث سير بالمئات بعض الحوادث كانت نهاياتها بحالات وفاة مثل ما حصل بمونستا وحتى بوسط ألمانيا حصلت حوادث الصدام بسبب أخصان الأشجار ولاية شمال الرين تقول السلطات أنه كان هناك آلاف البلاغات من قبل رجال الأطفاء والإنقاذ بخصوص سقوط الأشجار على السيارات وتطاير القرميد أو داخل أسطح المنازل ويعني أشياء التي يعمل بها العمال الباوشتلل السكلات العمل تطايرت أيضا في توغنجن حصلت حوادث لإنقلاب شاحنات الكافيهات على الطريق بسبب هذه العاصفة وعلى الأوتوبان الآتزيبن قرب مدينة هيلدسهايم انقلبت الكافيه فقط سائقها السيطرة عليها بسبب الرياح العالية وأدى الانقلاب إلى تسرب 400 لتر من الديزل على الأوتوبان الرياح العالية جعلت الديزل ينتشر بشكل سريع وواسع مما أدى إلى غلق الأوتوبان وقيام فرق الأنقال بإزالة الديزل من الأوتوبان كون خطر ويسبب انزلاق خطير جدا للسيارات الأخرى الموضوع الآخر المدير البرلماني لحزب الـ FDP والخبير السراتيجي شتيفان توماي يقول أن مؤشرات الحرب مرتفعة جدا بأوكرانيا خصوصا وأن الجماعات الانفصالية والميليشيات الموالية لروسيا الآن أعلنت التعبئة الكاملة والاستعداد للحرب يعني الميليشيات مستعدة أكثر من الروس لمحاربة الأوكرانيين بألمانيا هناك الآن حديث عن شيء لا مفر منه وهو موجة لاجئين كبيرة قد تتكون من يعني رقم من ستة مراتب يعني مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين قد يصنون إلى ألمانيا ويقول البرلماني توماي والخبير أنه يجب أن نأخذ هذا الأمر بالحزبان خصوصا وأنه تدفقات اللاجئين الحالية من الشرق الأوسط لن تتوقف وقد يحصل شيء مفاجئ يزيد من تدفقات اللاجئين من الاتجاهين وهناك دعوة من قبل أعضاء الحكومة الحالية للدول الأوروبية بأن تتشارك المسؤولية بهذه الأزمة وعدم ترك ألمانيا وحيدة وينتقد توماي من الـ FTP بولندا ويقول كانت بولندا دوما ضد التوزيع العادل للاجئين على صعيد الدول الأوروبية ويجب على هذا الشيء أن يتغير هناك شيء يجب أن ننتبه إليه بالبداية كلنا نؤيد المواقف الإنسانية وكلنا مع عدم ترك الآخرين بالعراء مهما كان لينهم مهما كان دينهم أو لونهم أو بلدانهم البرد والمخيمات هي شيء صعب ولكن بألمانيا هناك شيء مثير للقلق وهو الوضع الآن بـ 2022 لا يشبه 2015 من حيث أزمة السكن يوم أمس وأول أمس كان لنا كلام عن أزمة السكن يعني باليوتيوب وتفاجأت من تعليقات من بعض الأخوة كتبوا تعليقات أنهم يبحثون عن شقة للإيجار منذ أربعة أعوام وأسعار سمسرة وصلتني يعني أخبار أنه ببرلين وبجنوب ألمانيا أحيانا وصلت إلى 15 ألف يورو تعطيها لسمسار فقط ليجد لك شقة للإيجار وربما تكون ليست بالسعر الهيين يعني الإيجار غالي وتدفع 15 ألف يورو كي تحصوا على شقة للإيجار فعلا الأمر مشكلة كبيرة يجب حلها بأسرع وقت ممكن الموضوع الآخر أصدقائي هناك تعديل كبير وهام جدا بقانون حيازة السلاح بألمانيا في الذكرة الثانية لحادثة هاناو الأرهابية التي راح ضحيتها العشرات بسبب العنصرية رجل عنصري اقتحم مقهى لتدخين الأرقيلة أو الشيشة وأطلق النار بسلاحة وقتل أحد عشر شخصا كلهم مهاجرين وبعضهم ألمان من أصول مهاجرة الحادثة حصلت بالتاسع عشر من شباط من فبروع من عام 2020 واعتبرت نقطة مظلمة بتاريخ ألمانيا لن ينساها أحد وزيرة الداخلية الألمانية الجديدة نانسي فيزا يعني استغلت المناسبة ويعني تحدثت على التضامن مع ذوي الضحية وقالت أن ألمانيا سوف تدخل قوانين أكثر صرامة بخصوص حيازة الأسلحة لضمان عدم حدوث حوادث مماثلة التغيرات الجديدة بقانون السلاحة أصدقائي لا قد تأييد حاد بالحكومة الجديدة والحكومة الحالية لم تحصل على هكذا تأييد بالحكومة السابقة حكومة ميركل اللي كان هورزي هوفو وزير الداخلية بها الشرط الأساسي بهذا القانون الجديد هو أنه يجب على السلطات الأمنية أن تسأل السلطات الصحية بانتظام عما إذا كان صاحب السلاح يعاني من مشاكل عقلية كون المجرم بحادثة هناو لم يكن فقط معروف بأنه عنصر يميني متطرف بل كان معروف بأنه يعني لدى العيادات كان معروف أنه لديه مشاكل نفسية وتعرفون بألمانيا مسألة البريفاتس فيغة والداتنشوتس وحماية البيانات فلم يصل الخبر من وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية كي تعرف أن الشخص الفلاني له مشاكل نفسية وعنده سلاح ورخصة سلاح التعديل الجديد أيد البعض وعارض البعض المعارضين هم دعاة حماية البيانات يعتبرون أن الأمر سيكون حج للدخول لبياناتنا الخاصة ولتداولها بين السلطات زعيمة حزب اليسار قالت أن القانون جيد لكنها تعارض لأنه أي مجرم عندما يريد تنفيذ جريمة بإمكانه أن يقوم بها حتى لو كان ليس لديه رخصة سلاح يحصل على سلاح تهريب غير مرخص فلو سحب السلاح من شخص فهذا الشيء لا يمنع أنه يحصل على سلاح بالأسود كي يعني يعمل جريمة لذلك هناك رغبة بعمل رقابة على الأمور الأخرى طرق تهريب السلاح ومكافة هذه الظاهرة بجدية بألمانيا أصدقائي الآن ننتقل للموضوع الآخر هناك خطر كبير جدا يعني تتعرض له النساء موقع بلد الإخباري واسع الانتشار ينشر دراسة جديدة تتعلق بالنساء أثناء الحمل مفادة الدراسة أنه فيروس كورونا عندما يصيب المرأة الحامل يمكن أن يؤدي إلى وفاة جنينها قبل الولادة والسبب أن فيروس كورونا يهاجم المشيمة مما يؤدي إلى عدم حصول الجنين على الكمية الكافية من الأكسجين والغذاء والأمر يؤدي بالنهاية إلى الوفاة الدراسة تم عملها بـ 12 دولة أشرفت عليها جامعة أمريكية ووزارة الصحة الأمريكية أيضا ودرسوا 68 حالة ولادة لطفل توفي أثناء الحمل سمح الآباء بـ 30 حالة للسلطات الصحية بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة وجاءت النتيجة أن كورونا الذي يصيب الأمهات أحيانا يؤدي بنهاية المطاف إلى وفاة الجنين ويذكر الأطباء أنه جميع الحالات التي تم دراستها هي لمساء ملقحات وصبنا بفيروس كورونا وكانت أعراضة خفيفة عليهم ولكن رغم ذلك أدت حدوث مضاعفات بالمشيمة وأدت بنهاية المطاف إلى وفاة الجنين ويقول العلماء أيضا أنه بحالات أخرى وصيب أطفال ببطن أمهم بكورونا يعني الطفل أثناء الحمل يصاب بكورونا ولكن الأمر لا يكون خطيره يؤدي إلى الوفاة بل سبب الوفاة الشائع هو يعني ما يصيب المشيمة التي تساهم بإنقال الغذاء والأكسجين هي التي سببت الوفاة وحتى أنه تم لحظة أنه أوزان الأطفال كانت أقل بكثير من المعتاد في حال إصابة الأم بكورونا الدراسة تم إجراءها بوقت اللي كانت بسلالة الدلتا يعني هي المنتشرة والآن ظهرت النتائج كان الخطر بالدلتا أكثر بأربع مرات من السلالات السابقة مثل بأينس آنزيبن ويعني السلالة البريطانية والسلالات الأخرى ويعني الأشهر الأخيرة من الحمل كانت هي الأكثر خطورة والأكثر بتعريض المرأة الحامل للإصابة كون يعني يحصل ضعف نوعا ما بمناعتها الدراسة قامت بها وزارة الصحة الأمريكية وأكد هذه الدراسة مشفى في فانتيس كنيميكوم للولادة ببرلين أصدقائي ننتقل للموضوع الآخر فيروس كورونا اللي سبب الكثير من المتاعب للبشرية ولاقتصادات الدول وعمل الكثير من الانشقاقات والتحزب بالمجتمعات بين من لا يصدقه وبين من يصدقه بين من يريد التلقيح وبين من لا يريد التلقيح حتى حكومات واقتصادات قد هوت للقاع بسببه لن نحصل حتى هذه اللحظة على إجابة بسبب أصل هذا الفيروس البعض يقول آكل النمل الآخرين يقولون الثعابين وهناك من يقول أنه أتى من مختبر روهان وهناك من يقول سببه هو الخفافيش هناك دراسة مهمة حصلت بمعهد باستير ببارليس بالعاصمة الفرنسية باريس جمع الباحثين بهذه الدراسة حوالي 645 خفاش هؤلاء كانوا عندهم شكوك بأن الخفاش هو مصدر الكورونا فقالوا لنقتل الشك واليقين ويعني نأتي بالجواب الحاسم فحصوا الخفافيش بشكل دقيق جدا لمدة طويلة من الزمن فحصوا عينات عفوا بول وبراز ولعاب الخفافيش ووجدوا أنه هناك ثلاثة فصائل من الخفافيش يوجد بداخلها فيروس كورونا المعروف علميا باسم سارس كوف زفاي الذي يطابق بنسبة 97% لفيروس سارس كوف زفاي أو سارس كوف تو الذي يهاجم الخلايا البشرية يعني به نفس المستقبلات العلماء يقولون أن الكشف المذهل هو تطابق المستقبلات بالفيروس الموجود عند الخفاش مع الموجود عند البشر اللي يتميل للالتساق بالخلايا البشرية الخفافيش اللي يتم دراستها معروفة بأنها تستوطن بالصين وفييتنام وكمبوديا وبهذه الدول هناك من يأكل الخفافيش كوجبة طعام مثلنا نحن عندما نأكل الدجاج واللحم ولكن حتى الآن لا يوجد إثبات لطريقة وصول الفيروس إلى مدينة ووهان يعني اكتشفوا أصل الفيروس ولكن كيف وصل إلى ووهان لا يوجد إثبات ولكن بالإمكان التوقع بسهولة لأنه أحد ما يعني أما نظف خفاش أو التهم خفاش وأصيب بالمرض وتجول بسوق وهان المأكلات البحرية فهذا الخبر وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا سفاديتو تحياتي لكم مع السلامة